الاتهابات الكبدية عند الأطفال أغلبها اللي احنا قلنا فيروس ألف اللي بيأتي من الطعام يعني بينتقل عن طريق الفم وبيبقى الطفل لسه مكونش مناعة فإذا كان حاجة فيها فيروس ألف تعمله المنسمي الصفرة لنسبة الصفرة والاتهاب كبدي حاد والإنزامات الكبدية بتبقى عليه قوي 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 فساعتها بيلزم أنه ما فيه استشارة الطبيب عشان اللي راح أولا وبعدين منع المؤذيات ثانيا ما فيش دواء سحري يعني ضجع للتهاب لكن أساسا نخلي فيه ما يحيد بالطفل أكثر ملاءمة ليشفى الكبد من التهابه بشكل حاجات كثيرة يعني من أطعمها لتهوية لكل شيء لراحة بدنية وساعات أنه من راحة الكبد تأتي من راحة البدن لكلها حاجات بتتبع عشان الالتهاب يخف عند الأطفال الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر